تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% وذلك تخفيفا عن كهل المواطنين كما تشارك منظومة أمان بطرح السلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام فعليات مبادرة كلنا واحد مستمرة للتخفيض عن كهل المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري فالمرحلة الثالثة والعشرون من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية الرئيس الجمهورية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية المشاركة فيها والشوادر على مستوى الجمهورية الشوادر موجود فيها كل حاجة كل مستوى الجمهورية من أدوات مدرسية من سلعة أساسية من أجهزة كهربائية فقريبا كل اللي يحتاجه المواطن هيبقى موجود أنا جدت هنا المبادرة كلنا واحد جميلة جدا وجدت فيها السكر والرز بكميات كثيرة والزيت والأسعار كويسة جدا أنا لأسعار بره بكثير هذه المرحلات تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1051 فرعا على مستوى الجمهورية فضلا عن أربع شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التمون والتجارة بالتنسيق مع كبار المواردين والتجارة وهو ما يسم في إتاحة وفرة كبيرة من المعروض من السلع بالتخفضات المعلنة وبجودة عالية أشاد بها المواطنون وجميع المنافذ والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت بنوفى كل السلع الاستراتيجية اللي موجودة من زيت وسكر ورز وسعداء إن احنا بنشترك في المبادرة دي وبنعرض جميع المنتجات وكميات كبيرة جدا لكل المواطنين أي حد عايز أي بضاعة بأي كمية هيلاقيها في مبادر كلنا واحد بتخفضات تصل الستين في الجهد كل السلع متوفرة وكل الحاجة موجودة وكل واحد ياخذ له الكثير وزيادة كمان الناس بتتكلم على الرز والسكر والحاجات دي كلها وليسها متوفرة بكميات وبأسعار مخفضة جدا الحمد لله كله متوفر الزيت والشاي والرز والسكر والدقيق بره لقيت إن الحاجات هنا متوفرة بكميات كبيرة وصلع قويسة جدا وأنا حب أشكر جدا لشيات الرئيس وزارة الداخلية على كل الحاجات المتوفرة لنا دي ولمزيد من تحقيق استفادة كبيرة للمواطنين من تخفضات كلنا واحد وجهت الوزارة سيارات محملة بسلع غذائية متنوعة لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الأكثر احتياجا بأسعار مخفضة مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر وكل عارف إن مصر أنا كنت معدي في الشارع صدفة كده لجلت عربيات مبادرة كلنا واحد فيها زيت وسكر ومقارونة وساملة ولحمة وصعر أحصل مباررة كثير يعني مبادرة كلنا واحد وفرع كل السلع موجودة في كل مكان وكل حاجة متوفرة والزيت 21 دنيا والحاجات كثيرة والحاجات متوفرة كده المبادرة كويسة جدا 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 وكده يحتمل أسعار نزلة بينما تواصل منظومة أمان توفير السلع الغذائية عبر 1026 منفذا سابتا ومتحركا تابع لها على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام اسهما منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وجميع منافذ منظومة أمان معضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما تقوم منظومة أمان بتوفير سلع الغذائية بأسعار رمزية للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد اهتياجا قلونا واحد هي الترجمة الواقعية لمعنى تحقيق التكافل مع المواطنين وهي انعكاس للرغبة الحقيقية لوزارة الداخلية في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم مهما كانت التحديات والمتغيرات هكذا تتواصل فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد مع مد فعاليتها حتى نهاية الشهر الجاري المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل تداعيات دولية تؤثر على أسعار السلع المختلفة عبدالله بركات التلفزيون المصري